كنت نتصور أنه بعد ثورة 2011 عملنا قطيعة بنتدخل السلطة التنفيذية في المنظمات الوطنية في المجتمع المدني وعلى الأقل في العشرة السنين اللي فتوا مش شفتش أنه معرض السلطة أو مولادها كانت محدد في نشاط أو في وصول أطراف أو أشخاص لقيادة المنظمات الوطنية معلتها مثلا كيف ربحني دا تونس ما كانش مطروح أنه باش يكونوا كومباتيبل مع رئيس الراحل باجي قايد سبسي مبدلوا رئيس الاتحاد الفلاحيين ولا مبدلوا أمين عام الاتحاد كانت المنظمات تعمل مؤتمرات متاعها بعد التغيير يصير بطريقة طبيعية ينجم يصير تغيير في مؤتمرات استثنائية ينجم يصير من خلال سحب الثيقة اللي يقلقني هنا اليوم في الموضوع مش أنه منظمة في لحظة من لحظة تتقرر أنها تغيير القيادة متاعها بيصير تحترم القانون والإجراءات ولكن اللي يقلقني أنه هذا يكون مرتبط في العلاقة بالسلطة التنفيذية بمعنى حين تسوق علاقة أمين عام وإلا رئيس المنظمة يصير تحرك الداخل مبدلوا هذا يقلقني خطر يرجعنا سنين ما قبل الثورة اللي هي فيها مشكلة قالها حرفيا قال رئيس الجمهورية طلب منه أن نحر المنظمة في شخصي رئيسها شنين رأيك في الجملة هذه؟ هذا غير مقبول لأنه السلطة التنفيذية كسوى رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة وإلا وزير رأوا ما عندوش بش يدخل في منظمة وطنية مستقلة يدير هو معنا المجتمع المدني في العالم سميهم ديزوانجي شنو هونجي نون جوبرنومنتال دونك السلطة أين كانت هذه اللي بعدها اللي قبلها ما عندهيش بش هي تختار من يكون على رأس المنظمات الوطنية